وقد بحث أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية العرب عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة بشأنها حيث اعتمد المجلس خطة مرحلية عاشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطة مرحلية سادسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية وخطة مرحلية تاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب للسنوات الثلاث المقبلة كما اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابقة والحالية وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية كما ثمن المجلس التعاون القائمة بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة مؤكدا أهمية النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو عربي لأمن الحدود والذي انعقد في العاصمة الأردنية عاما في ديسمبر 2021 ترجمة نانسي قنقر